لحد كده وقلت شطب وكنت هارجع تاني ازايكم عكسورة سيد فيديو النهر ده بيتكلم عن بالد بورس عيد اول مرة في حياتي هروحها فقلت لازم اصور لكم الموضوع ده ما طبعا زي ما انتو اخدين بالكو كده انا محلقتش اشرك كوبات الشاي في الكافة تالية فخدتها معايا العربي عادي خالص بس ايه الرجل كان على اعصاب عشان ممكن امقع كوبات الشاي بس عادي ما بعرف امسكها كوي طبعا بعد ما شدت كوبات الشاي نزلنا بقى وكننا عرضية تاني قولينا الرجل عايزين ينزل عند سوق السمك علشان انا سألت كتير جدا وقالوني ان البارد بورس عيد المشهورة هي عند سوق السمك فالمهم ان انا سألت ونزلت كده شارع طويل فانا كنت في عز الشمس فكتش يعني كنتش مركزة قوي بس بعد كده ركزت هتعرفه في اخر الفيديو ان انا ركزت لحد كده وقلت شطب وكنت هرجع تاني استغربت المكان حاسيت انه هو في محلات قليلة قوي في ناس قليلة قوي مرفوش ناس انهم ريحين يشتروا زي يعني كده مفيش ناس كتير مفيش محلات كتير فروحت انا عدت ماشي كده شوية وبعد كده روحت ترجع تاني قلت لأ خلاص انا مش هشتري حاجة وخلاص انا هروح بس بعد كده فجأة كده قلت جوا نفسي ايه وانا انا جيت عرفاضي بس انا شفت ناس بتشتري حاجات بجد ونس اشتريت حاجات كتير ولبسي حلو وكله جديد اه طب انا ازاي يعني بعد اما جيت وصفرت يا اروح لأ روحت بقى ايه الروح الرياضية رجعت لتاني ورحت قلت انا هكمل الرحلة فكملتها زي ما هشوفو طبقتي طيب زي ما انتو شويفين كده اه في شارع هو حاسيت ان هو شكله منظم وشكله يفتح النفس ان انت تبدأ ان انت تكتشفي زي ما انا هكتشف كده المهم بقى ان انا الشارع ده اه فين بقى بالزبط عشان ما نلغيش كتير الشارع ده عبارة عن الرجل اللي السواء اللي هو بتاع المكروبوس او التاكسي هينزلك على اول الشارع لما انتو تقولون عايزة انزل عندي سوق بالد بورسعيد هينزلك عندي شارع في ظهر لسوق السمك او هم بيقولوا مكان موقف ضمات القديم المهم انا مشيت الشارع ده كله يعني هو مش طويل قوي المهم حواتي يمين فلاقيت الشارع اللي انا مشي في ده دلوقتي زي ما انتو شايفين كده شايفين فيه شوارع متفرع منه الشوارع دي كلها فيها محلات لبس بس هي اغلبيتها مقفول تمام المهم انا لاحزت كمان في في سوق البالة ان الاسعار رخيزة يعني شايفين عشرة جنيه الحاجات اللي بعشرة جنيه يعني الكتعة لانها مسكة دي بعشرة جنيه ممكن تلاقي في الوكالة بتلاتين جنيه او خمسة وعشرين جنيه فهي ارخص تمام موسيقى 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 المهم بقى ايه عادت ادور تاني دي تشرتات رياضية جديدة خالص وفي بينها مقاسات كمان فرضو في الشرع الرئيسي ايها صغيرة هازا اقوله في شعرات بعد كده بقى دخلت حارة من الحواري اللي انا كنت اقلال لكم عليها في اول الفيديو اللي دي كلها حارات او شوارع صغيرة متفرعة من الشرع الرئيسي بيبيع فاليبس ده دخلت واحد منه بصو الدنيا ضل الزاورة وان كنت ماشي ايه فرحانة جدا كينهم شغالين تكيف الشمس ما كدش جاي علي بقى فكنت مركزة شوية المهم قبل ما ابدأ الفيديو ده اعملوا اشتراك علشان تشجعوني علشان احط الفيديو جزء تاني كده كده هحطه يعني عشان اصورته بس اشجعوني وخلاص تمام ان شفتوا الفيديو كله وشفتوا المكان ولقينا بقى بعد كده حارات وشوارع هو برعا شارع كبير خالص ومتفرع منه شوارع كتير وطلع بقى بجد فيه محلات كتير وفيه حاجات حلوة قوي والصجمة بقى كانت هنا ان الاسعار رخيصة جدا يعني اما تلاقي شميز ب20 جنيه هو الشميز جميل ولما تلاقي تشيرت ب15 جنيه فهو التشيرت حل فدي بقى الصجمة بالنسبة لي ان هي الاسعار ترعت ارخص من اسعار الوكالة تعالوا بقى وليكوا انا اشتريت ايه اول قميز انا جبته الاميز ده اهو ده كان من السنتب 20 جنيه بصوا مركيته اهيه وجديد خالص ما اخوش اي حاجة هو بس فيه نقطة كده بصوا يعني ايه بعد ما انا ركزت سيفوه النقطة دي هو عشان كده يعني بس لكن هو كويس غسلته وكويته بس انا ما بحبش التكوي فهتبع التكوي بالمنظر ده وهلبسه كده هلبسه كده انا بحب شكل اصلا وده حاسيت انه هو شتايل فعجبني او الدوريات ده عجبتني جدا هو اي نعم حاسيت ان انا شكل خنفسة يعني حاسيت كده ان خنفسة ماشية بس عادي يعني عادي ده تاني قميز ابيض سيدة خالص اعجبني فيه ان هو طويل طويل خالص فهقدر اربس عليه حداد كتير وفيه منه كتير انا برغي كده وبقول لكم ان هو طويل عشان فيه منه كتير هناك بس فيه بكم بقى وكده ده كان زارة مقاس لارجة وانا مقاس ميديم بس يعني ايه كويس يعني ممكن تتبقى اي صرفة لسه مش اهمش ده كان برضو بعشرين جنيه وجبت كده اندر شرطة ابيض سيدة خالص عجبني او قمشته لسلته طبعا برضو وما كابيتهوش بقى مش كل حاجة قوي انا هكب كل حاجة برضو قلت لبسه تحت الحاجات يكون طويل ده كان بخمساشر جنيه بس ده كان محطوط على ترابيزة بقى احنا بنقى بقى بقى دينا ماشي هيدي الحاجات بس اللي انا اشترتها مشترتش حاجات كتير لان اصلا انا مش محتاج لبس اسيفه خالص ركو الكناز ده عشان نشتري شطوي بس قلت لازم اشتري حاجة علشان اورها لكو علشان يبقى الفيديو كامل يعني الفيديو بقى جولة وراقي وكمان مشتريتي منه والاسعار وتجربتي هناك بتبقى التجربة كاملة يعني ما ينفعش هروخ ومالكوش انا اشتريت ايه فاشتريت الثلات كتاعة دول اااا عشرين وعشرين واربعين وخونسطاشر خمسة وخمسين جنيه دول كده دول كده تلات حاجات بخمسة وخمسين جنيه. تمام? ايه. هقولوكو العنوان بالزبط. العنوان ده بتسأله عن سوق السمك الجديد او موقف دوميوت. تمام? النكروباس او التكسل ينزلكو. هتلاقو زي حتة عريضة كده. شارع يعني لافف كده زي سور. دير ان دير كده محلات. تمام? يعني هو ده لعنوان. عندي سوق السمك. حتى هتلاقي في ممطقة كده هتلاقي سوق السمك بقى سور كده عاملينه ان هو سوق السمك الجديد ده هتلاقي بقى البلد ينبي بالزبط. تمام? تمام بكده يكون الفيديو بتاخلي سراب بيكون عجبكو. عجبكو التجريب انا اول مرة في حياتي اروح سوق بارد بورس عيد. المكان حلو قوي بس انا نفسي ان هو اهتم باكتر. اه الشارع يتسافلت والمحلات كلها تفتح بديده عشان هي بجد فيها حاجات حلوة. والاسعار هناك رخصة قوي. روحي وجربي انا سفرت يعني انا روح سوق روحت يوم صد ردة عادي مش تساكنة هناك ولا اي حاجة او انا روح في حياتي هناك. وكانت تجريبة حلوة بصراحة. وكده الفيديو بتاعي خلص ربكم اعجبكو. واستفدتوا منه حتى روح التقد كده. متنسوش الاشتراك واللايك للفيديو عشان يوصل للناس عشان انا اه وصفة الامرون بكله. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. وبي باي باي.